بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ورحبكم أبناء الطلاب الصف الأول تاهلي في مادة الرياضيات لمعاهد وبرامج التربية الفكرية وحييكم أنا أستاذ عبدالله المالكي معلم تربية خاصة وعلى بركة الله نبدأ درسنا لهذا اليوم التقويم الهجري موضوع درسنا إن شاء الله لهذا اليوم التقويم الهجري سوف نتعرف على أهداف الدرس أولا تحديد مفهوم التقويم وكذلك معرفة سبب تسمية التقويم الهجري بهذا الاسم ومعرفة فوائد التقويم الهجري وأيضا استنتاج عدد الأشهر في السنة الهجرية إذا نقوم بتعريف التقويم ما هو التقويم هو مقياس تعرف به الأيام والأسابيع والشهور وينبئنا عن الأيام العبادات والأعياد والمناسبات والمواسم إذا التقويم الهجري بيني الطلاب هو مقياس تعرف به ماذا الأيام وكذلك الأشهر والشهور وينبئنا عن أيام العبادات والأعياد والمناسبات وكذلك المواسم استخدم في تحديد الأشهر والمناسبات الدينية للمسلمين ما هي المناسبات الدينية للمسلمين التي في التقويم الهجري إذا لدينا مناسبة دينية شهر رمضان المبارك وكذلك عيد الفطر المبارك ويوم عرفة وعيد الأضحى وكذلك الأشهر الحرم إذن هذه جميعها من المناسبات الدينية للمسلمين أيضا المملكة العربية السعودية تستخدم التقويم الميلادي ومن أمثلة استخدام التقويم الميلادي في المملكة العربية السعودية احتفالها بيومها الوطني في اليوم الأول من الميزان الموافق للثالث والعشرين من شهر سبتمبر من كل عام وذلك تخليدا لذكرى توحيد المملكة العربية السعودية على يد جلالة المؤسس الملك عبد العزيز بعبد الرحمن طيب الله إذن ابناء الطلاب بالتقويم نعرف ماذا اليوم وكذلك التاريخ نعرف اليوم والتاريخ إذن بالتقويم نعرف اليوم وكذلك التاريخ إذن نتعرف عن اليوم وكذلك التاريخ من خلال التقويم وسوف نتعرف إن شاء الله الآن على اليوم وكذلك التاريخ من خلال الورقة والمثال الذي أمامنا في هذا النشاط يرمز للسنة الهجرية بحرف الها والسنة الميلادية بحرف الميم وأيضا التقييم الهجري هو التقييم المعتمد في بلادنا المملكة العربية السعودية وأيضا يستخدم التقييم الميلادي كذلك في المملكة العربية السعودية إذن بالتقييم نعرف اليوم وكذلك التاريخ دعونا نقوم بالتعرف على اليوم وكذلك التاريخ من خلال هذا المثال إذن نقوم بتحديد اليوم إذن هنا نجد اليوم كمثال أبناء الطلاب لدينا هنا كمثال إذن لدينا هنا ماذا؟ اليوم لدينا هنا ماذا؟ اليوم اليوم إذن هنا يوم كمثال الجمعة نحدد أيضا تاريخ هذا اليوم كما تشاهدون هنا هو تاريخ هذا اليوم هو اليوم الأول من الشهر الأول من شهر محرم أحسنتم إذن كما تشاهدون هنا شهر محرم إذن نقوم بتحديد اليوم كما تشاهدون هنا يوم الجمعة ولدي هنا شهر محرم وهنا العام الهجري وهنا العام الهجري إذن قمنا بناء الطلاب بالتعرف على اليوم وكذلك التاريخ من خلال ورقة التقييم التي أمامنا أيضا يقوم الطالب بالتعرف بنفسه على اليوم وكذلك التاريخ وعلى السنة الهجرية من خلال التقويم الهجري يقوم الطالب بالتعرف على هذه الأيام وكذلك الشهر والسنة الهجرية من خلال التقويم بمساعدة أحد أفراد الأسرة أو الوالدين إذن يقوم الطالب التعرف على اليوم التاريخ من خلال التقويم وكما ذكرنا يرمز للسنة الهجرية بحرف الحرف الها إذن حرف الها يرمز للهجرية وكذلك السنة الميلادية بحرف الميم إذن لدينا هنا السنة 1400 1443 للهجرة إذن حرف الها يرمز للسنة الهجرية وحرف الميم يرمز للسنة الميلادية كما تشاهدون هنا حرف الميم ميلادي وهنا حرف الها السنة الهجرية دعونا نتعرف على أيام الأسبوع أبنائي الطلاب إذن نقوم بالتعرف على أيام الأسبوع هيا نتعرف على أيام الأسبوع الأحد ثم ماذا؟ أحسنتم إذن الأحد ماذا بعد الأحد؟ اليوم الذي يليه؟ الاثنين أحسنتم ثم ماذا؟ الثلاثاء اليوم الذي يليه؟ الأربعاء أحسنتم الخميس الجمعة والسبت والسبت إذن عدد أيام الأسبوع سبعة أيام كم عدد أيام الأسبوع؟ أحسنتم سبعة أيام هيا نذكرها السبت الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة إذن عدد أيام الأسبوع هي سبعة أيام تعرف على تاريخ اليوم وكذلك اليوم من خلال التقويم الهجري يقوم الطالب التعرف على اليوم وكذلك تاريخ اليوم من خلال التقويم الهجري عدد أشهر السنة إثنى عشر شهرا إذن كما ذكرنا منها بطلاب عدد الأشهر في السنة الهجرية إثنى عشر شهرا وكذلك السنة الميلادية إثنى عشر شهرا دعونا نتعرف على الشهور الهجرية وأسماء هذه الشهور إذن الشهر الأول هو شهر محرم يكون بداية السنة الهجرية إذن شهر محرم هو الشهر الأول من السنة الهجرية ثم شهر صفر وهو الشهر الثاني وربيع الأول وهو الشهر أحسنتم الثالث وربيع الثاني هو الشهر الرابع وجماد الأول هو الشهر الخامس وجماد الآخر هو الشهر السادس ورجب هو الشهر السابع وشعبان هو الشهر الثامن أحسنتم رمضان هو الشهر التاسع وشوال الشهر العاشر وذو القعدة هو الشهر الحادي عشر وذو الحجة هو الشهر الثاني عشر ما هي المناسبات الدينية الموجودة في هذه الأشهر؟ ما هي المناسبات الدينية التي ذكرناها الموجودة في هذه الأشهر؟ أحسنتم إذن شهر رمضان المبارك هو شهر عبادة وصيام للمسلمين وكذلك شهر ذو الحجة هناك لدينا يوم عرفة وكذلك الحج وأيضا عيد الأضحى المبارك وأيضا نتعرف على الأشهر الحرم هي شهر ما هي الأشهر الحرم أحسنتم شوال وذو القعدة وذو الحجة وشهر محرم إذن هذه هي الأشهر الحرم أبناء الطلاب لدينا أربع أشهر حرم أبناء الطلاب وأيضا لدينا يوم عاشرة يكون في شهر أحسنتم يكون في شهر محرم وهو في اليوم العاشر من شهر محرم إذن تعرفنا على الأشهر الهجرية وذكرناها وعددها أحسنتم عددها 12 شهرا إذن عدد الأشهر الهجرية أبناء الطلاب 12 شهرا هذه هي كما تشاهدون هي الأشهر الهجرية 12 شهرا وكذلك الشهر الميلادية لدينا هنا يناير وفبراير ومارس وإبريل وهذه هي الشهر الميلادية صل الصورة بالتاريخ المناسب صل الصورة بالتاريخ المناسب لديه هنا مناسبات الدينية للمسلمين لديه هنا عيد الفطر المبارك وذلك وكذلك عيد الأضحى نريد أن نتعرف على تواريخ هذه المناسبات الدينية للمسلمين لديه هنا عيد الفطر عيد الفطر يكون في الشهر العاشر أي بعد شهر رمضان المبارك يكون عيد الفطر ويكون في الأول من الشهر العاشر من السنة الهجرية إذن عيد الفطر بناء الطلاب يكون في الشهر العاشر أحسنتم في شهر شوال في اليوم الأول من شهر شوال للعام الهجري 1443 44 45 وهكذا إذن عيد الفطر المبارك دائما يكون في الأول من الشهر العاشر للسنة الهجرية عيد الأضحى المبارك يكون في العاشر من الشهر الثاني عشر من العام الهجري إذن يكون دائما في اليوم العاشر من الشهر الثاني عشر أي في الشهر ذو الحجة إذن عيد الأضحى المبارك يكون في شهر ذو الحجة يقوم بإيصاله بالتاريخ المناسب له أيضا في هذا النشاط بناء الطلاب ولد أحمد في 28 من الشهر الثامن للعام الهجري كما تشاهدون 1429 للهجرة الموافق 31 من الشهر الثامن من عام الميلادي 2008 يقوم الطالب بالتعرف على تاريخ ميلاده وكذلك اليوم الذي ولد فيه الطالب وأيضا الشهر والسنة الهجرية وكذلك السنة الميلادية من خلال بطاقة العائلة يقوم الطالب بالتعرف على مكان الميلاد وكذلك اليوم الذي ولد فيه والشهر وأيضا السنة بمساعدة أحد أفراد الأسرة أو الوالدين لدينا في هذا النشاط ولد أحمد في الشهر في اليوم الثامن والعشرون من الشهر الثامن للعام الهجري إذن نقوم بكتابة ميلاد أحمد إذن ولد أحمد فيه الثامن والعشرون إذن اليوم الثامن والعشرون إذن هنا اليوم الشهر هنا الشهر في المنتصف كما تشاهدون في الشهر الثامن السنة كما ذكرنا ألف وأربعمائة وتسع وعشرون وحرف الهاي رمز للهجرية بناء الطلاب إذن يتعرف الطالب بنفسه ويقوم بتعرف على يوم ميلاده وكذلك الشهر والسنة التي ولد فيها من خلال بطاقة الأحوال وفي الختام أشكركم منها الطلاب على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا